تعالوا أقول لك كواليس جلسة أحمد الكندوسي النهاردة في النادي الآلي التحيي مع أحمد الكندوسي حصل فيها إيه؟ يلا بينا كندوسي حضر إلى النادي الآلي الساعة واحدة برفقة وكيله نصر يحيى من أجل الاستماع إلى أقواله في التصريحات التي قادل بها وحضر الجلسة محمد رمضان المدير الرياضي وزكرية ناصف هدو لجنة الكورة لعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كيليوباترا اعتذر عن حديث حول أزمة الوكلاء في الإعلام وأكد أنه لم يقصد الحديث بهذه الطريقة محمد رمضان المدير الرياضي للآهلي طلب من الكندوسي الحديث عن ما قاله في الإعلام خلال جلسة الاستماع والإدلاق بكل أقواله وما لديه من معلومات الكندوسي قدم فلاشة بها العديد من التسجيلات للوكلاء وأوراق من الفيفا ضد الوكلاء وتثبت صحة التصريحات التي أدل بها في الإعلام تواجد علي كرماني وكيل زين الدين بالعيد في الجلسة عبر زوم مرتين وأدل بأقواله بما حدث معه خلال مفاوضات الأهلي مع اللاعب بالعيد وأكد مقاله الكندوسي مشددة على أن المفاوضات مع الأهلي استمرت أربع شهور الكندوسي عرض أسماء الوكلاء المتحكمة في سوق الانتقالات المصري وتحديدا للأهلي وتمسك بمقاله في الإعلام أن اللاعب إذا أراط الانتقال إلى الأهلي لابد أن يدخل النادي عن طريق وكيل بعينه وأن هذا ما حدث معه اللاعب خلال جلسة الاستماع أكد أن سبب فشل الصفقة بالعيد هو فرض أحد الوكلاء على زميله الجزائري وهو الأمر الذي رفضه زين الدين ليتعصر انتقاله للأهلي تم إعداد تقرير كامل بما حدث في الجلسة من أقوال الكندوسي ووكيله بالإضافة إلى أقوال علي كرماني وكيل زين الدين بالعيد لتقدمها لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب جي الحكاة عايز رأيي في القصة دي كندوسي غلطان من ساسه لرأسه أدب معاك في الأشياء ومعاك إزبادات وبعاك كلام ومعاك حاجات النادي لقيت ده نديك روح قول لناديك أنا عندي معلومات بتقول واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول في الإعلام بتلعت انت الخسران في كل شيء في كل شيء بصلاحة ما اعتقدش انه كندوسي هيبقى عنده فرصة كبيرة يلعب في النادي اهو معارض للغاية الكرامية كله بطرة ما اعتقدش انه هيبقى عنده فرصة كبيرة انه يلعب في النادي الآلي في المستقبل طيب ترجمة نانسي قنقر